تنضم إلينا في الستوديو ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار ماري خلينا نبلش من تداول إدراج سهم تداول في السوق السعودية والحركة على تداول الارتفاع لم يصل إلى 30% وهي نسبة التذبط بارتفاعا أو هبوطا في اليوم الأول لماذا برأيك؟ يعني كيف استقبل السوق هذا الإدراج؟ بداية مايا أول ما افتتح السوق كان الارتفاع يعني متوقع 10% والعشر الثاني اللي وراها ولكن مرتفع السهم فوق 21% تقريبا 22% ورجع هلأ عم يتداول تقريبا 12% هلأ حجم التداول كان كبير يعني لهلأ يعني قبل شي عشر دقيق كان تقريبا حجم التداول شي 12 مليون سهم الأحجام عم بتكون كبيرة ولكن الملفت بآخر التداولات اللي كانت عم بتصير بالأسواق السعودية وحتى يمكن بأسواق المنطقة ككل الإدراجات يعني أول يوم تداول ما عم بيكون بنفس الزخم يلي كنا نشهده قبل يعني كنا بالأول نشهد 30% وراها 30% وعلى ثالث يوم ترجع شوية تعدل أسعار أو يصير في عنا نوع من جن الأرباح ولكن بآخر ثلاثة إدراجات بالمملكة كان في عنا نايفات وهلأ في عنا تداول وقبله كان في عريبيان كونستركشنز عريبيان مش متذكر اسم الشركة بالضبط كانوا لثلاث شركات ولا واحدة منهم عم توصل لـ 30% خلال اليوم الأول يعني نايفات والشركة اللي قبله يعني أنجأ كانت تداول نسبة بسيطة فوق السعر الاكتتاب ودغر من بعد حتى نزل تحت مستوى الإدراج ماذا يعني هذا بالنسبة لأداء الشركة؟ هلأ الشركات دون شك فيه إلى تقييمات عالية وتقييماتها جيدة حتى يعني شركات قيمة ولكن الملفة اللي كان هيك جاذب للاهتمام أنه المستثمرين طريقة اكتتاباتهم وطريقة يعني ردود فعلهم على الاكتتابات ما بقى متل ما كان يتقبل يعني هلأ صار في عنا المستثمر الانستيوشن الانبستور صار في عنا الشركات والمؤسسات عم تكتب وصار فيه نوع من كونتروز عم تنحط على الإدراجات الأولية يعني هلأ في عنا مثلا بموضوع السي سي كان ملفت أنه الشركة أو السوق أو بيطلب الاكتتاب لهول الأسهم يلي عم تطرحهم البي آي اف كان فيه بند هو أنه لازم يكون الاكتتاب ممول بالكاش يعني ما في عنا مدفوع بالكامل لا يتم الدفع عنده التخصيص صحيح فهذا هون هو نوع من يعني نجرب نحط إيدينا نحنا على موضوع تطخيم الطلبات ويصير في تطخيم الطلبات بيصير في عنا نحنا ارتفاعات بالأسعار بيصير في نوع مثل وهم للأسواق أو حتى للمستثمرين الأفراد تحديدا أنه فيه طلب كتير كبير على الاكتتاب فشوية اللي بيصير بيصير في عنا الاكتتاب بيصير فيه التخصيص على النسبة هيدا العالية نجي أول نهار إدراج التاني بيصير فيه مثل دومبنج بقلب الأسواق لهيد الأسهم أو بيع قوة بهيد الأسواق فما عندي كوني فكرة المستثمر الاستراتيجي أو المستثمر على المدى الطويل وقعتني نحن نجي منفرض أنه يكون مول بالكامل الاكتتاب أو طلب الاكتتاب هذا معناته بكل بساطة أنه نحنا بدنا الجديين بالاكتتابات يلي بدون يفوتوا يستثمروا بالشركات عنا يكونوا هن المحور بينما تحدثت عنه في ملف أستي سي الآن وبين الإدراج الأخير الإدراج اليوم لشركة تداول هل بدأنا نلمس في أسوق سعودية؟ هو يمكن تكتب تحكي عنه أن طريقة التعامل اختلفت أصبحت طريقة استثمار طويل الأمد مقارنة بالمضاربة التي كانت سائدة أكثر يعني نسبة المضاربين خفت نوعا ما؟ ما بقى عندهم المجال الكافي الذي كان موجود بالأول هلأ صار فيه كنترولز عم تنحط على الاكتتابات وحتى على التداولات بشكل عام يعني عم بتحد من فكرة المضاربة يعني بموضوع السي سي أنه ينرفع حتى نسبة الطرح لستة بالمية عم بيعطي انعكاس قداش فيه جاذبية من قبل يعني قداش الطرح هو الجذاب بالنسبة للمستثمرين ولكن الملفت أكتر أنه جيد طلب كمان المؤسسات والمؤسسات الأجنبية اللي هو عم بيعطي أكتر دعم للشركات اللي موجودين بالسعودية وهو الشي اللي حنشوفه يعني هلأ بهاليومين بس يخلصوا الاكتتابات ويبين حتى السعر اللي هو حيصير لأنه بعدنا له هلأ إذا مناخد سعر الـ current price طبع على STC بقلب السوق يعني 111 ريال هو تحت المستوى تبع النسبة العالية بالاكتتابة يعني الـ range هي 100-116 يعني إذا بدنا ناخد هلأ نحن على الـ 116 اللي الكل متوقع أنه ممكن تكون هونيه اللي حصلنا عم نخدعه بريميوم ما تطلعنا عم نخدعه على الـ discount والمش منطقي اللي بدوا يشتري الأسهم فيه يشتريهم بقلب السوق فالمتوقع بعد أنه الـ range تبع السعر أو السعر اللي حيتم عليه الاكتتاب يكون أوطى من سعر السوق طبيعة الحالة حتى يكون جذب أكثر للمستمرين شكرا جزيلا لكي ماري سالم المحللة المالية لقناة الشرق أهلا بك شكرا مايا